من الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي وثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا وفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجل الأعظم في ليلة النص من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويضرم أن تكشف عما من البلاء والبروى ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصل الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين